الإنسان المصري لأن دي برضو استراتيجية الدولة بتتبعاها يعني فكرة أن الوزارة كمان مشاركة في استراتيجية دي ست الوزيرة يعني هي عملية البناء كل متكامل يعني إذا كانت فيه وزارة قوية وصلبة وبتقف بقاعدة قوية إذا كان فيه مواطن حيتم بنائه قطعاً واتباعاً حيبقى فيه بناء مصر كلها وده اللي احنا بنقوله أنه ما بحبش نظرية المسكنة أو نظرية الإحسانة لا إحنا حتى اللي بيدعم 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 بحقه بيدعم بشموخ وبكرامة إحنا مسامين تكافل وكرامة يعني حتى الاسم بيعكس ما ترتقي الوزارة إن بنتكتف مع بعض أو بنتكفل بعض عشان ده فيه كرامة للمواطنين كويس رحيتك ذكرت تكافل وكرامة قولنا تكافل وكرامة ووصل لفيد يعني أولاً الميزانية زادت قدقي تقريباً خلال الست سنوات الأخيرة كلمينا عن المستفيدين منه وصلوا القدقي هل بتفكروا إنكم ترفعوا برضو عداد المستفيدين في الفترة اللي جاية؟ يمكن ملف تكافل وكرامة إحنا بناءنا نتوسع فيه من دعم نقدي لحماية اجتماعية كاملة طبعاً أنا بعتزب هذا البرنامج جداً وبقول إنه هو يعني مش برنامج بس دعم نقدي مباشر لا هو برنامج بيمس ملف الفقر بشكل صريح وبيمس ملف الفقر من منظور لما ربطنا الدعم النقدي بالتعليم والصحة يمكن البحث الأخير اللي صادر عن الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصى اللي هو البحث الخاص بالدخل والإنفاق بيعكس إن أولاً نسبة الفقر في مصر قلت صحيح ما قلتش كتير قوي لكن قلت لكن لما بصي في تحليل هذه البيانات وشوفي قلت في أنهي أماكن بالزاب هنلاقيها فيه جزء كبير تكافل وكرامة كان ليه دخل فيه توفير تغطية عايز أقول مظلة حماية اجتماعية للفقراء وبصفة خاصة في المراكز أو القرى الأكثر فقر الجزء الثاني إنه إحنا بناءنا نربطه مش بس بالصحة والتعليم عملنا برامج موازية أخرى زي حياة كريمة وده برنامج رئاسي أطلق السيد الرئيس في أوائل عام 2019 ربطناه أيضاً بالدعم التموين فبنقولنا إن كل من يحصل على تكافل وكرامة لازم ياخد صحة لازم ياخد تعليم لازم ياخد تنموين لازم ياخد فرصة عمل فأطلقنا برنامج فرصة وبناء عليه يعني برنامج تكافل وكرامة كان وكأنه المركز الذي تفرع منه عدة برامج وده المنظور بتاعت تنمية الشاملة أو التنمية المتكاملة مقدرش أقوله انت خدت دعم نأدي فملكش تأمين صحي أو لا انت خدت اللي اتنين ملكش تنموين فبالتالي لو احنا بنتكلم في الجزء الأولاني من كلامنا عن بناء الإنسان أولاً نسبة التصرب قلت بشهادة وزارة تربية والتعليم وبالإحصاءات الصادرة عنها الحالة الصحية يمكن في الوقت اللي مرت في مصر بأزمة كورونا الحمد لله وجدنا أن الحالة الصحية برضو كان فيه عايزة أقول بطانة من الحماية الدنيا بذلك للفئات الأكثر فقراً بدأنا كمان مدينا الدعم لغاية فترة الجامعة أصبح لدينا قاعدة بيانات سرية جداً مش بس بيعود عقدها على برنامج تكافل وكرامة بيعود عقدها ممكن وبقوثني على جهود هيئة الرقابة الإدارية في دعمها لنا الدائم وفي تكوينها ليمكن قاعدة بيانات قومية بنرجع إليها دلوقتي في تصنيف بعض الفئات صحيح ما بنعتمدش عليها مية في المية لأن بنتحقق من البيانات من مصادر عدة لكن أصبح قاعدة بيانات فيها 31 مليون مواطن يعني اللي هو بيشمل مش بس الأسر الفقيرة واللي فوقها بشوي فبنستخدمها برنامج فرصة بنستخدمها برنامج سكن كريم بنستخدمها في برامج الدعم الغذائي بنستخدمها في حاجات بدعم الأطفال الأيتام لأن في جزء منها اللي هو حوالي 14.8 بدغطين بالدعم النقدي لكن الجزء الآخر برغم أنه ما بيحصلش على دعم النقدي لكن حصل السنة دي على دعم تعليم دخلنا جزء كبير منه التأمين الصحي بدأنا نعتبره في مبادراتنا مع تحية مصر والمجتمع المدني بدأنا نعتبره في كافة المساعدات الاجتماعية ممكن ما ياخدش دعم نقدي لكن ياخد مساعدة برنامج تكافل وكرامة كمين بدأنا نقوي منظومة الشكاوى وإن شاء الله فتحنا منظومة الشكاوى كاملة بنفصل بيها بين المواطن وبين العامل الموظف عشان نقلل أو نحكم موضوع أنه ما يبقاش فيه أي إهمال أو أي ممارسات غير مستحبة من الموظف للمواطن عملنا استعلام إلكتروني عملنا منظومة شكاوى إلكترونية في بعض الشكاوى ممكن يتم النظر فيها ويطلع أنه معا حقه وبالتالي يقبل تظلمه يا سيد الوزيرة طبعاً في نسبة يعني مش كثير بس النسبة موجودة وأعتقد أن حتى لما بيثبت أن الشخص ده مستحق بنرجع بأثر رجعي ستة شهر آه يعني بيتم تعويضه بأثر رجعي تماماً طب ممتاز دي حاجة هيدا بيتم تعويضه بأثر رجعي لأنه ده بيفرق معاه يعني المبلغ اللي بيكون فاته بيفرق مش بس في المبلغ بيفرق يحس أنه حقه وأن ده جزء فيه ثقة إنه هو يتظلم وإنه هو منظومة يمكن إحنا كمان كنا من أولى الوزارات طبقاً يعني منظومة الشكاوى بتاعت مجلس الوزراء يعني الشهور الأخيرة دي كنا من أولى الوزارات اللي بتستجيب أكيد فيه ناس ممكن يكون تظلموا ولسه ما وصلنا لهمش وأنا بشجع الإيجابية من المواطن اللي هو بيروح لغاية ما المنظومة تنضج أكتر وأكتر لأن ما زلنا أكيد فيه بعض التقصير من إنه نحن نصل بالذات في موضوع كورونا إنه بيحتاج تحقق ميداني الوزارة المالية كانت كديمة معانا كفية إنه هي مقلتش الموازنة الحمد لله وصلت حالياً لـ 18.5 مليار جنيه مصري المنظومة تكافل وكرامة أيضاً يمكن الربط الشبكي بين الصحة التعليم الأزهر التموين العدل فأصبح الوزارات الأخرى يمكن أن تدخل بالرقم القومي وتتطلع ماذا يحصل هذا المواطن على أي أنواع فبالتالي كل ما دا هيبقى فيه جزيد ترجمة نانسي قنقر